البداية ده نتكلم عن الفيجرز وازاي ممكن اضيف فيجر عندي في الدوكومنت بتاعتي خليني اكريات فايل جديد اجرب فيه فيجر واضيف بس فيه البيجين دوكومنت حتى اصلاً يحتاج ان انا بجين دوكومنت بجين دوكومنت طيب هاعمل ايه عايزة اقول مثلاً كلام واقول فيجر وان شوز كذا شوز ريزلتز these results inform us ايه كلام ايه كلام to um increase or increase مثلاً the number of features خليني خليني أشوف إزاي بعمل بإنسرت فيجر إزاي بقول بجين بجين فيجر بيروح على الطول هو عملي الفرمات ده بحيس إن أنا عندي بجين وإنت للفيجر وبيعمل سنترينج يعني بحط الحاجة في النص وبعدين ده ده السطر اللي أخط فيه أنهي الصورة بالضبط اللي عمليها إنسرت وده الكابشن بتاعنا اللي هو إلي حاجة اللي تكتب تحت كلمة فيجر أقول له مثلا إكسي بيرمينت وان إكسي بيرمينت وان أي حاجة يعني وهنا ده اللي يقول ممكن مثلا سميه فيج وان طب أنا لما أجي مفروض طبعا أديله اسم الإيمج اللي أنا هعمل لها إنسرت مفروض إن أنا هنا ما عنديش ولا إيمج فأنا عايزة إنسرت إيمج فبعمل أبلود وبجيب صورة من على الدسكتوب خليني مثلا أجيب مش على الدسكتوب من على الجهاز يعني أي صورة مثلا مثلا دي خلينا مثلا دي والصورة حصل لها إنسرت في الباص اللي أنا فيه تمام طبعا أنا ممكن إنسرت الصورة في الباص اللي أنا فيه أو أعمل لها إنسرت في فولدر لوحده على أساس إن أنا ممكن يبع عندي صور كتير يعني في إما أعمل إنسرت الحاجة في نفس الباص اللي أنا فيه اللي هي مثلا تبقى هنا كده أو إن أنا ممكن أعمل فولدر فخليني بس أخد الصورة دي كده هي نفسها هو بيروح إيه اللي الإكتراحات الصور اللي موجودة وأنا طبعا عشان صورة واحدة في مدينة إكتراح واحد فخليني أعمل إنسرت بس كده لأول أو إن أنا أصدي أكمبيل أشوف الريزلت هو في العموم لما بيجي إنسرت صورة بيعمل لها إنسرت بنفس الصيز بتاحها صيز هي مية في مية ألف في ألف فيعني بيبقى إيه الصيز بتاحها بيفططة زي بوقت بالطبع طبعا إن إحنا ممكن في ستيب تانية إن إحنا نحتاج نريصايز الصورة ما عرفش ليه خد وقت أعتقد الصورة كبيرة مثلاً أو إيه هو قال إيه؟ كذا 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 ما قالها إيه؟ بيقول إيه؟ آه ما عملتهاش؟ آه ما عملش نسيت بس أقول إن أنا عشان أشتغل مع الفجرز الأصل لازم أعمل يوز باكتج آه سوري باكتج مع عين اسمها جرافيكس أعمل لها إمبورد علشان هو بيبقى في شوية فيتشرز لا علاقة بالفجرز سواء كان الريصايز أو الـ أو الـ أو الـ أو حتى طيب ودلوقت عشان هي الريصايز بتاحها كبير فبدأ يحطها هو في مكان تاني فمبدئياً عايزة أصغر الصورة دي فبعمل كده بعمل بعمل سكيل بقول لها سكيل بيساوي نص نص يعني يعني هاتي الصيص ده حق الف في الف خليه إنتي خبسمية في خبسمية يعني صغر الصيص بتاع الفجر أو الـ فالمفروض إنه هو عايز يصغر الحاجة دي أوكي فهتحطت كده تمام؟ طبعاً هنلاحظ إن الكلام أنا كتبة كلام وبعدين كتبة الفجر فبعد كده ظهر الفجر الأول وبعدين الكلام فاللي هو يعني طبعاً دي حاجة غريبة فعايز تحكم في الفجر يظهر الأول أو كده ممكن أكتب هنا مثلاً كلمة B B يعني bottom خليني بس تعمل سكيل دي تبقى الربع bottom يعني هي تبقى هي تحت يعني عند صفحة وهي تبقى موجودة في bottom بتاع الصفحة أو أسفل الصفحة في ناس بتبقى حبة كده إنه مهما اتكلم أنا عايز الفجر يبقى موجود تحت مام؟ طيب Wennsntering دي كده أتكر advice يعني بمفروض ما عرفش أين مشكلته في Felement بمفروض إن هو يعرض اسفل في البطن بتاع الصفحة طيب الممكن أخلي Alicia, T T يعني top يعني في اول ما الصفحة تظهر الفجر ده يبقى موجود اول صفحة يعني اول صفحة تظهر جديدة يبقى الفجر ده في بدايته هنلاقي موجود هنا طب افرض انا عايزة التزم بالترتيب اروح ايلى اتش اتش يعني هير هير يعني اكتب الكلام وبعدين اكتب التيبل وماليش دعا بقى بانه بقى طب او بطم انا عايزة في نفس الوضع ده اتش هتلاقي ان الكلام ظهر هو الاول طيب لو انا عندي اكتر من فجر لو انا عندي اكتر من فجر خليني الاول احط الفجر دي كلها في فولدر لو انا عايز اجيب فولدر وسميه اكريات فولدر جديد اخليني اعمل هنا نيو فولدر فولدر وسميه امجز امجز دي هابلود فيها هابلود فيها حاجات كتير خلينا اابلود فيها اكتر من صورة اي صورة بقى يعني مثلا عشان بس نجيب صور مختلفة دي ودي ومثلا دي اوكي وان جنرال يعني يفضل ان الامجز كلها تحط الفولدر لوحده لان انت كده الفايل بتاعك ده يبقى كتير لان انت بتعمل دوكومنت فيبقى فيه فيجرز كتيره وامجز ويفضل ان كل حاجة تحط الفولدر لوحده اه طبعا انا هحط الامجز دي وهحاول ان انا هحط الصورة دي كمان معاهم بحيس يبقى كل الصور مع بعض اه وبعد كده هنادي الفايل ده لو جيت هران دلوقتي اللي مش هشتغل لان الباص بتاع الصورة دي مش موجود انا موجود جوه فولدر فانا هعمل كده كوس وهيقول لي انت عايزة اني صورة جاب لي بالضبط الاقتراحات اللي موجودة الصور اللي موجودة حتى وقتين هزي هي ايه ممكن اعمل دي طبعا انا مش عارفة دي فيها ايه فعمل كده آآ ده شيء عزي ممكن طبعا اخلي آآ آآ مثلا صفر ثبت دي بير قوي خليها عشرين لما انواعي اصغرها عن كده آآ طيب هتصغر عن كده خليني بقى اخد فيجر الفيجر ده يبقى عندي فيه منه كتير واخد صورة مختلفة اي صورة تانية مثلا كده وران احاول طبعا اخلي ان ده يبقى له ليبل تاني يبقى ليه ليبل تاني ده فيجر تو وده اكسبرمنت اكسبرمنت 2 امو عايزة اخلي الاسكيل بتاع ده برضو خمسة اللي انا شايفه عادي طيب عايزة اقول ايه هنا عايزة اقول ان انا عندي طريقة تانية عشان اعمل اسكيل طبعا هو لما لها كبرت فارحة تاتح عندي طريقة تانية عشان اعمل اسكيل بدل معا من اسكيل كذا ممكن انا اصلا اعايزة الفجر يبقى على قد يعني الويتس بتاع بتاع التكست بساعتها هقوله ايه هقوله افترض ان ايه طريقة معانة ليه التعامل مع السكيلينج ليه اسكيل بيساوي ممكن اقول له ويتس بيساوي ويتس ويتس بيساوي بيساوي ايه بقى بيساوي تكست ويتس تكست ويتس لو قلت له كده هتلاقي ان الفجر ده خد الويتس بتاع التكست كله وده حاجة ترجع لك يعني في ناس عايزة كده ونس بتبقاش عايزة كده هتلاقي بدايته ونهايته مع التكست طبعا دي حاجة كويسة افرض انت عايز يعني عايز برضو طريقة تانية هو ان انت عايز مش عايز تكون الويتس مثلا 50% من الامج الاصلية لا انا عايز يكون 50% من الويتس بتاع التكست بس عايزة هممكن اعمل كده اقول له 50% 50% من ايه من الويتس نفسه فمش 50% بالنسبة للصورة طبعا دي حاجات بتبقى ساعات حاجات تعتمد على حسب انت عايز تعمل ايه هو دي الطرق التلاتة اللي ممكن استخدامها عشان اسكيل حاجة خلينا بس نشوف خلىاتكس تووتس دي كانت شكلا حلو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ منهانahan طبعا هنا غير في دا وما غيرش ب اعملت يعني كنت خليت الفجر ده تحت خليت الفجر ده تحت هتلاقيها برضو اسمها فيجر وان المفروض ان اللي بيشور ريزلتس مثلا حق فيجر من الاتنين دول بس يومني طبعا ان الفجر دي لها معنى المفروض مثلا ده بيباين مثلا اي image processing ريزلتس فانت عايز تقول ان ده هو ده اللي انا بتكلم عليه مهما ان انا نقلت او اعملت في اي حاجة طب وبعدين فالمفروض ان انا اجي اعمل ريفرنس اللي هو كنت اعمل لها في تيبل اعمل كده مالش العالمة دي باكس لاش ريف هو اقول له اسم اللي اسم الريفرنس التاع اللي هو فيج وان طيب ساعتها بقى انا لما هاجي اعمل كده هيقول لي هيقول لي فيجر تو يعني قصده ده وان وده تو فهيروح ايه الايه على طول فيجر تو تمام كده ففكرة الريفرنسز ده اللي انا كان قصد علي طيب حاجة جميلة جدا بقى في يعني اللي اتمنى طبع انكم انفهمين انا بتكلم في ايه ان انا هيجي في مرة هكتب الديكومنتيشن وابقى في صفحة واحدة بس او صفحتين بيشيلوا كل الفيجرز اللي موجودة في الديكومنتيشن حسب ان انت الديكومنتيشن بتاعتك فيها كم فيجر فهتشيل صفحة يعني او اتنين فطرع تقعد تكتبها وتفصصها بقى بنفسك يعني فيجر وان صفحة كذا والكابشن بتاعه كذا اكسبرمنت وان اكسبرمنت وو بتقعد تكتبوا كلك لو انا عملت كده list of figures ممكن بصتي كده اعمريكم buy ارو عامل لي list of figures كلها معانا لو عملت مثلا ممكن اكتب هنا بك سلاش new page new page ان انا عايز list of figures تبقى في صفحة واحدةها وكل اللي باعكها في figures الوحدة فتلاقي صفحة list of figures ايه وبعدين جيت انا عملت هنا هلو ده عظيم جدا فطبعا لان انا مقلب الحاجات figure one اسمه experiment two كده فخليني ان انا يعني هو شايف كده شايف ان experiment two جات الاول وبعدين experiment one بس experiment two انت كتبه كلمة تو بيدك بس هو هيخليها اسمها figure one لانه اول figure ظهر اساسا عشان كده يروح ايه اللي كينا فوق ايه figure one ده اول واحد وبعدين ده تاني واحد بفروض انا جيت عند ده وعملت كده بك سلاش new page برضو قالت الفجر التاني في صفحة تانية هتلاقي ان list of figures العنوان او عنوان الصفحة بتاع كل واحد اتغير تلاقي experiment two في الصفحة التانية وده في الصفحة التالتة لان اول صفحة موجود في list of figures هتلاقي عندك list of figures بعدين الفجر التاني بعدين الفجر التالت هتلاقي ايه اتنين ثلاثة ده رقم الصفحة فبكده نكون عملنا list of figures اللي هو ممكن احتاجها اعملها في الدكومنتيشن بتاعك ممكن اعمل list of figures ممكن اعمل reference الفجر والرفرنس ده بيتغير automatic لوحده مش محتاج ان انت انت الكلام ده كله معلق اني figure على الفجر اللي ليبه الكاسب خلاص حطه في اي مكان في الصفحة ممكن تيجي في مرة تحط كل الفجر زي كلها في مكان لوحده مثلا يعني هو هيروح عارف عطول يقولك اني figure اللي انا بتكلم عليه figure one كان figure 20 يبقى figure 20 وطيبرا انت حاطته ايه ترتيبه كان ايه ممكن اعمل centering لل figure ممكن include صورة معينة الصورة دي ممكن تكون معها في نفس البص ممكن تكون معها في فولدر ممكن اعمل scaling انا شافة scaling ده scaling دي طرق scaling يعني اللي انا تكلمت عليها فلو عملنا برضو swappingل ده عادي يعني احنا اصلا العادي بتاعنا احنا عايزين figure الاولاني هو عشان بس الصفحة تبقى منطقية فده figure one وانا بتكلم على figure one هتلاقي ايه عرضهو دي طيب برضو الcaption ممكن اكتب اي caption ممكن اكتب اي label ممكن اكتب اي عدد من ال figures ممكن اكتب H او T او B ممكن اكتب كده اللي هو ماذاش هي دي ممكن اكتب H او ممكن اكتب T او ممكن اكتب B B اللي هو bottom بتاع الصفحة الحالية او T top بتاع الصفحة الحالية او ال H اللي هي here اللي هو امشي بالترتيب زي ما انا عامل اوكي او ده figures ودي طريقة ان انا غير الويتس بتاعتي ممكن اعمل scaling بالنسبة ال scaling بالنسبة للويتس او الويتس بتاع الصورة نفسها ممكن اعمل scaling بالنسبة للويتس بتاع الصفحة نفسها اوكي او ممكن اخد الويتس كله بتاع الصفحة مش لازم يكون حاجة نصة او ربعة وكتب وانا ممكن اكتب scaling رقم صغير ممكن رقم اكبر من scale الاصلي لو انت اصلا شايف ان الصورة الاصلية كانت صغير ايهوب طبعا ان يكون الدنيا بتاع الخاصة بالfigure بس تكون واضحة وان شاء الله نتكلم مرة جاية في يوتيوب اكتاني شكرا 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 شكرا